موسيقى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء وبنات الأعزاء تلميذ وتلميذات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة إن شاء الله سوف نستكمل وإياكم الشرح بقية الدروس الوحدة 12 يونت 12 كما ترى النهاردة إن شاء الله عايزكم تركزوا معنا في هذا الفيديو لأن الفيديو مليان معلومات قيمة معلومات هتفدنا في حياتنا الشخصية عن الغذاء وعن الأكل وعن الطعام عايزكم تكونوا إيه؟ يعني إيه؟ تسمعوا كويس وحارصين في الكلمات لو كانت في كلمة وعايز منكم تكرروا كليز ريبيت كليز ريبيت من سمحته؟ كرروا معي الكلمات دي لأن نطق الكلمات مهمة جدا جاهزين؟ يلا بينا نروح نشوف الدرس بتاعنا ونشوف في إيه لو وصينا هنا على بعض الكلمات الموجودة قبل ما نبدأ ناخد حاجة اسمها العنوان بتاعنا بس هو الدرس الثاني بتاعنا من الوحدة 12 عشان النقبة إحنا فهمين ماشين إزاي This is lesson number two الدرس التالي الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن science وإنتوا عارفين science يعني علوم لأن إحنا اللغة الإنجليزية دخلناها في إيه؟ في بعض المواد التانية زي الماث الرياضيات social studies الدراسات الاجتماعية science العلوم إلى آخر النهاردة الدرس بتاعنا بيتكلم عن science science يعني العلوم مركزوا الكلمات دي النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها a balanced diet a balanced diet لو بصير على كلمة diet دي دي معناها نظام غزائي نظام غزائي يعني إيه؟ الأكل الإيه؟ اللي إحنا المفروض ناكله يكون عبارة عن نظام معين مش أكله خلاص a balanced يعني متوازن يعني في إيه؟ توازن يعني النهاردة في درس العلوم بتاعنا اللي إحنا هنشرحه باللغة الإنجليزية هنتكلم we will talk about a balanced diet هنتكلم عن الغزاء المتوازن أو نظام الغزائي المتوازن طيب إيه life skills إيه المهارات الحياتية اللي إحنا لازم نتعرف عليها من خلال هذا الدرس زي أنتم شايفين أهو عندي كلمة accounting and provision of resources طبعا أنا مش عايزكم تركزوا على الكلمات دي بشكل كبير ولكن عايزكم تعرفوا تقروها بس وتعرفوا معناها لكن ما تحفظوهاش يعني هنا بتكلم عن resources المصادر يعني الكميات اللي إحنا المناسبة لنا ناخد كم من الكمية دي الكمية دي كم جرام الكلام دي يعني تمام دي الحياة المهارة الحياتية اللي هي life skills اللي إحنا عايزين نتعلمها من الدرس بتاع النهاردة اللي هو balanced diet خلي بالكم ركزوا في الكلمتين دول أهم حاجة عندنا science يقبق العلوم درس العلوم النهاردة بتكلم عن balanced diet معلش أنا بكرر كتير عشان إيه تفهموا القصة ماشية إزاي ولو في أي حد عنده عايز يعيد تاني يسمع تاني مني يعني أوكي عندنا حاجتين النهاردة هنتكلم عنهم حقيقة اللي هي healthy والتانية unhealthy طبعا إحنا احنا تكلمنا قبل كده عن الكلمتين دولة قبل كده كتير وانتوا فاكرين healthy food تكلمنا عن الطعام الصحي unhealthy food الطعام الغير صحي والنهاردة هناخد في الصفحة دي vocabulary المفردات كل المطلوب منينا listen and repeat هنقسم مجموعة المفردات إلى two sections أو two parts إلى جزئين the first one we will talk about healthy food هنتكلم عن إيه للطعام الصحي زي ما انتم شايفين الولد أهو ما شاء الله عليه صحي ورياضي لأنه بيأكل طعام healthy food but this man لكن الراجل ده ايه very fat تخين خالص زي ما انتم شايفين طبعا ده ايه شكله طبعا ايه unhealthy food بيأكل طعام غير صحي لعشان كده وصل للدرجة دي يلا بينا نكرر الكلمات وأنا متأكد معظم الكلمات خدناها قبل كده بس نعيدها مع بعض مرة تاني يلا نكرر بصوت عالي بعض عضل apples 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 carrots carrots eggs eggs rice rice fish fish meat ميت بوتيتوز بوتيتوز سوب سوب شيز شيز سالد سالد لتس لتس Okay, very good. Well done. أحسنتم جميعا. طبعا كل الكلمات دي خدناها قبل كده ومرت علينا معرفش ربما تكون كلمة اللي هي خاصة ممكن جديدة مش فاكر إذا كنا خدناها قبل كده ولكن فيه كلمات صعبة طبعا كل الكلمات دي خدناها قبل كده وكل الأكل ده اللي احنا كررناه وقريناه مع بعضينا ده إيه healthy food طعام صحي تعالوا مع بعض نشوف إيه هو الطعام اللي هو unhealthy food طعام غير صحي يعني ما نكترش منه وإلي شكلنا يكون إيه زي الراجل ده اوكي يلا نعلموا مع بعضنا candies candies chocolate chocolate burger burger pasta pasta fries 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 ice cream ice cream well done thank you so much for your repetition أعتقد أني ما فيش داعي أني أنا أشرح أكتر من كده لأن الكلمات كلها سهلة كل اللي عرفنا أن المجموعة دي healthy food والمجموعة دي unhealthy food يعني انصحنا أننا ناكل من الحاجات دي ونكتر منها لكن ما ناكلش كتير من الحاجات دي ناكل بس حاجة بسيطة خالص اوكي يلا نكمل مع بعض let's go to the next page let's go اوكي very good عندنا باراغراف قطعة جميلة جدا هاي read and listen اقرأ واستمع read and listen تعالوا نقرأها مع بعض نتعرف عليه الكلمات زي ما أنتم شايفين الكلمات اللي باللول الأحمر هاي معناها موجود تحت لو فيه أي كلمة مش واضحة معنا يبقى أننا بقول لي read and listen يعني اقرأ واستمع بتكلم معلومات جميلة جدا عن الطعام وهنشوف ايه هو الطعام ومكونات الطعام اوكي let's go الأول تسمعوا وبقرأ ازاي أنا الجملة وبعدين نرجع نقولهم تاني مع بعض اوكي اوكي diet is important يعني بيقول لي النظام الغذائي المتوازن ماله important مهم جدا طبعا مهم عشان صحتنا ليه مهم it helps us to have a healthy body it هنا دي تعود على مين على البالانس دايت على النظام الغذائي المتوازن وهو بيساعدنا ان احنا نحصل على ايه جسم صحي healthy body body يعني جسم تمام وعندي كلمة healthy يعني صحي تمام وهو بيساعدنا على ان احنا ايه يكون عندنا healthy body good we need to eat a lot of fruit علينا ان نأكل الكثير من الفواكه وإيه تاني and vegetables والخضرات this is the biggest part of a healthy diet دا الجزء الاكبر من النظام الغذائي المتوازن biggest part يعني الجزء الاكبر من ايه من healthy diet النظام الغذائي الصحي fruit ركزوا معنا هنا في الحاجات دي عشان احنا في اسئلة على الكلام دا fruit and vegetables give our bodies vitamins يعني بيقول لي الفواكه والخضروات بتدي اجسامنا ايه كلمة body هنا جامع لكلمة body اهي body يعني ايه يعني اه جسم واحده لكن bodies يعني اجسام بتدي اجسامنا ايه اللي هي الفيتامينات يعني the next biggest part of our diet الجزء الاكبر التاني من الغذائي المتوازن should be bread لازم نتناول bread خبز cereals cereals اللي هي الطعام من الحبوب اي طعام يتكون من الحبوب and potatoes والبطاطس تمام يبا لازم ناكل ايه خبز bread cereals and potatoes ليه ليه ناكلهم دولة بدون ايه they لهما they يعني مين اللي هو bread cereals and potatoes they يعني هم هم بيعملوا ايه give us fiber بيدونا الالياف and carbohydrates will carbohydrates تمام عرفنا لغاية كده مين بيدينا vitamins ومين بيدينا carbohydrates طيب milk and dairy products يعني اللبن ومنتجات الالبان dairy products يعني منتجات الالبان زي ايه بنا والزبدة والحاجات دي كلها give us calcium خلي بالك بتدينا calcium طبعا انتو عارفين الكالسيوم ده نوع من انواع ايه مكونات الجسم الكالسيوم من عناصر بناء الجسم الكالسيوم طيب طب ليه الكالسيوم دي مهمة جدا يعني this makes our bones strong ده بيخلي ايه العظام بتاعتنا ما لها strong قوية اللي هو مين الكالسيوم meat and fish اما اللحمة والسمك give us protein بدون بروتينات تمام بروتينات we need a little fat احنا نحتاج الى القليل من الدهون fat and very little sugar وقليل من السكر يعني ما كترش من الدهون fat خلي خلي بالكم فات معناها تخين صح دي صفة ولكن هنا المقصود بها الدهون and very little sugar وقليل من السكر we also need نحن ايضا كلمة also يعني ايضا need to drink a lot of water محتاج ان احنا نشرب ميا كتير خصوصا في موضوع كورونا اللي انتم ايه تسمعوا بيه طبعا لازم تشرب ميا كتير عشان لا بيساعدك في ايه في القضاء على ايه ايه فيروسات زي الكورونا وكلا water الميا helps our bodies بتساعد اجسامنا على ايه to take خلي بالك من الكلمة to take the in neutrin in in neutrin in neutrin اللي هي العناصر الغذائية اللي احنا بنحتاجها لأجسامنا from the food we eat تمام يوم الميا ايه مطلوبة ومهمة جدا انها تساعدنا انها تحصل على العناصر الغذائية من الطعام اوكي ده الموضوع اللي احنا البراجراف اللي كلمناه بيتكلم عن النظام الغذائي المتوازك يلا نقرأ كنا عايزكم تسمعوا مني الجملة وتكرروا بصوت علي a balanced diet is important it helps us to have a healthy body we need to eat a lot of fruit and vegetables this is the biggest part of a healthy diet fruit and vegetables give our bodies vitamins the next biggest part of our diet should be bread cereals and potatoes they give us fiber and carbohydrates they give us fiber and carbohydrates this makes our bones strong this makes our bones strong meat and fish give us protein we need a little fat and very little sugar we also need to drink a lot of water water helps our bodies to take the nutrients from the food we eat well done thank you so much احسنتم ابنائي الاعزاء ابنائي وابنات الاعزاء ما شاء الله عليكم انا عايزكم تخلي بالكم من الكلمات ونطق الكلمات وتقروا اقروا اقروا كتير حاولوا تقروا تمام مش عايزكم ايه تسمعوا بس اقروا عشان ايه اللسانكم ياخد على نطق الكلمات بشكل صحيح زي ما لما طائد لكم كده اوكي تعالوا انصنف العناصر الغذائية اللي بيحتاج اللي هي الكربوهايدرات. طبعا الحاجات دي اكيد خدتوها في ايه? في حاجة في العلوم يعني. بروتين اللي هي بروتينات. وعندي كالسيوم اللي هو الكالسيوم. وبعد جدها فاتس اند شجر الدهون والايه والسكريات. طيب الفيتامينز هنلاقيها فين? يعني لو احنا عايزين عايزين فيتامينات مسلا لجسمنا هنلاقيها فين? في حاجتين. فروت اند فيجتابلز. هنلاقيها فين? في الخضروات والفواكه. طيب. لو احنا عايزين كاربوهايدرات هنلاقيها? we will find them in bread, خبز, cereals, حبوب او طعام حبوب. بوتاتوز وفي البطاطا او البطاطس تمام. طب لو احنا عايزين بروتين هنلاقيه فين? آه البروتين عايز بروتين? تدور على ايه? meat and fish. كتر من اكل اللحمة والسماء. عايزين كالسيوم. آه العظام بتاعتنا ايه? عايزين نقووها. bones. bones اللي هي العظام بتاعتنا تكبه قوية. يقبوا علينا بايه? ناكل ايه? او نشرب. milk, yogurt. فاكرين يوغرت? آه يوغرت اللي هي الزبالي. cheese جبنا. ناكل حاجات دي. طب احنا لو عايزين fats and sugar. آه السكريات حاجات حلوة يعني. يقبوا علينا بالايه? oil, fat, sugar. اللي هي الزيوت والدهون والايه والسكر يا. كل الحاجات دي هلاقي. وبخلي بالكم من الحاجات دي عشان احنا ناخد اسئلة عليها. يباشوفوا الفيتامينز بنلاقيها فين? كاربوهايدريتز. بروتين. كالسيوم. fats and sugar. thank you so much. thank you. انا اشكركم الموضوع قيم خلي بالكم. نتكلم عن حاجات مهمة جدا. in science. في العلوم. يلا بينا نروح نكمل مع بعض. let's go. let's go. to the next page. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيع لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اوكي. هنا هنزور ريسترانت. ريسترانت اللي هو المطعم. تمام? ادي الواحدة راح للمطعم وادي القرصون او الويتر. فبيدي له المينيو القائمة قائمة الطعام عشان ايه يختار منها الاكل اللي هو ايه عايزه. تعالوا نشوفوا ويتر اللي هو القرصون بيقوله ايه. welcome to the restaurant. برحب بيه. مرحبا ميك. welcome to. لما رحب بواحد من قوله ايه. welcome to. وبعني انه قول اسم المكان اللي هو قاله. welcome to the restaurant. مرحبا بيك في المطعم. what would you like to eat? يعني هو بقوله انت عايز تاكل ايه. for the main course. للطبق ايه كطبق رئيسي يعني ايه الاكل اللي انت عايزه كحاجة رئيسية يعني. here's the menu. وتفضل ايه القائمة بتاعة الطعام. اوكي? طيب. اه ارد عليه اهو بيقوله ايه? I'd like انا ارغب او انا اريد some chicken. عايز فراخ. and soup وشربة. please من فضلك. فبقوله ايه? and to drink. وعايز تشرب ايه? يعني تحب تشرب ايه? يعني تحب تشرب ايه? يعرفنا انك عايز تاكل ايه? وعايز تشرب ايه? قال له ايه? some orange juice. بعض عصير الايه? البرتقال. please من فضلك. thank you. شكرا. ارد عليه طبعا الويتر بيقوله ايه? قال له ايه? some rice pudding. some rice pudding please. عايز رز باللبن من فضلك. يلا نكرر مع بعض بصوت عالي كده عشان نعرف ننطق صح. welcome to the restaurant. what would you like to eat for the main course? عالو صدقو. here's the menu. okay. i'd like some chicken and soup please. and to drink some orange juice. please. thank you. and for dessert some rice pudding please. good. thank you so much. well done. احسنت. very good. تعالوا نشوفوا هنا بيقول لي ادي ادي المينيو. دي مينيو اللي هي قائمة اللي اعطها له على اساس يختار منها الاكل اللي هو عايزه يعني. ايه والمين كورس. اللي هو الطبق الرئيسي يتكون مني. في عندي بيرجرز اند فرايز. تمانو كام. 55 باونز. خمس لخمسين جنيه. طبق بوتايتوز اند فيش. 70 باونز. اللي ايدي يعني جنيه. 70 جنيه. جنيه. 6 باونز. نمبر 2 ديزر. 30 باونز. 10 باونز. 30 باونز. 30 باونز. 15 باونز. 30 باونز. 22 باونز. تكيركات تقول للمشروبات ودرنات. دي المينيو وأسعار الأكلات والأطباق الرئيسية اللي هي ممكن أنت تطلبها في المنطقة تعالوا ناخد معلومة جميلة جداً هاي tip بقول لي هو أي معنى المين كورس المين كورس اللي هو ده اللي هو الطبق الرئيسي The main course الطبق الرئيسي is the big part of a meal الجزء الأكبر من الوكبة It usually عادة has ممكن تكون فيها chicken or meat fish or any other protein يعني بيكون فيها بروتينات غير ممكن chicken, meat, fish It also has carbohydrates وتحتوي على الكربوهايدرات like زي إيه bread, rice, pasta or potatoes وهنا بقول لي الطبق الرئيسي هو الجزء الأكبر من الوكبة وعادة يحتوي عليه دقائق أو لحم أو سمك أو أي بروتين آخر ويحتوي أيضاً على كربوهايدرات مثل الخبز أو الأورز أو المكارونة أو البطاطس أوكي ده حاجات مهمة جداً أركزوا فيها عشان لما نيجي بعد كده نشوف الأكتيفيتز تكون سهلة بالنسبة نحن 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 أوكي هنيجي هنا على accounting and provision of resources يعني المحاسبة وتوفير الموارد يعني الواحد لما يختار حاجة يختارها بعناية وبحرص وما يعني إيه ما يختارش حاجات كتيرة ويرميها يعني حاولي يختار حاجة مهمة بالنسبة له فقط يعني أوكي هنا بيقولي أنت سوف تساعد من أمك في صناعة أو في إعداد الغداء for your friends لمين؟ لأصحابك أنت عازم أصحابك مثلاً فأنت تساعد ماما إنها إيه؟ تعدي لك هذا الغداء you have 120 pounds وأنت معك 120 جنيه بس decide قرر كلمة decide يعني قرر what you will make and choose your food حاول تختار الأطعمة بتاعتك اللي أنت تختارها من القائمة اللي موجودة عندنا دي عشان تشتريها تجيبها الماما عشان تعد منها الإيه؟ بس بقولي هنا إيه؟ remember تذكر to make healthy choices تذكر أنك أنت تعمل اختيارات صحية يعني مش تختار كل الحاجات الأكلات دي unhealthy food لا حاول تختار healthy food طبعاً دا 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 ديكم إنتو تعملوا وبرحيتكم إنتو ولكن أنا هوريكم إيه اللي عملته أنا بالنسبة لي يعني أنا عندي 120 جنيه وهقرر أختاري تعالوا كده نشوف أنا اخترت إيه؟ عشان ماما تعدلي الوكبة الغداء لمين الأصدقائي؟ أنا علمتي على الصور دي ركزوا كله معي؟ أوكي أنا اخترت هنا potatoes طبعاً six pounds بستة جنيه واختر استمرار مكسه 60 باونز scal 60 باونز واختر استمرار الكوناق den $11 واختر استمرار منน какой طرول 2 باونز إذا ممتعت أخديام كيف يربحني مكسه تحصير عشرو دق اشتريتها. انا اللي اشتريته معهم. تمام? ادي اللي اشتريته. طيب بقولي. ايه معنا السؤال ده? فاكرين يعني كم? يعني انت صرفت كام? ايه المبلغ اللي انت ايه صرفته? طبعا انا جمعت سكس باونز بلاس سكستي باونز بلاس 11 باونز بلاس 20 باونز. اعطاني الناتج زي ما احنا نشوفه دلوقتي اهو. او 6 باونز بلاس 60 باونز بلاس 11 باونز بلاس 20 باونز ايه 97 باونز. يعني انا صرفت ايه? 97 جنيه. 97 باونز. ومن المية ايه? او 20. طبعا انت ممكن تختاروا حاجات وتجمعوها وتدونا ايه? او النهائي. او كي? بري جود. يلا بنا نكمل مع بعض الصفحة. اللي بعدها. اه. بعد كده هنيجي للاكتيفتي اللي هي التمرينات على الكلام الحلو اللي احنا خدناها. طبعا كل الكلمات دي مفردات اعادة للكلمات. تعالوا نشوفوا. كل الاسئلة بتاعتنا فيها ايه? يعني انظر. هنا دي ايه? لحمة. ها? ميت. يلا نسبلينج مع بعض بصوت علي. ام اي اي تي. well done. very good. ها? الصلطة دي اسمها ايه? سالد. ركزوا يا جماعة في نطق الكلمات. اسمها سالد. سالد. ها? اس اي ال اي دي. خلي بالكم معايا مش هقول وحدي انا. عايزكم تكرروا عشان نحفظ. اوكي. اابلز. اي بي بي ال اي اس. well done. احسنتم. very good. ها? اي 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 جي جي اس. جود. بلازم تكرر معايا انا حاسس بيها. ها? یلا. pasta. 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 p. a. s. t. a. جود. burger. burger. b. u. r. g. e. r. good. well Well done. Fries. Fries. F-R-I-E-S. Good. Cheese. جبنا. Cheese. C-H-E-E-S-E. أحسن. Very good. Well done. طريقة حلوة لنحن نحفظ مع بعض. Okay. Now, number two. Look at the pictures. هنبص على الصور دي. And unscramble the letters. والحروف طبعا إيه مش مترتبها نرتبها زي ما احنا متعولين. يلا أول واحدة إيه? Chicken. يلا مع بعض. Chicken هتكبأ إيه? C-H-I-C-K-E-N. Well done. Very good. Huh? Pasta. تعالنا إحنا قائلين. Huh? Pasta. P-A. Huh? مع بعض. S-T-A. Good. Very good. Huh? Salad. Salad. S-A-L-A-D. Good. Food. Fruit. 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 F-R-U-I-T. Good. Fries. البطاطس المحمارة دي. Fries. F-R-I-E-S. Good. Burger. Burger. وما تكتروش منه لأنه unhealthy. Burger. B-U-R-G-E-R. Well done. أحسنتم. Thank you so much for your repetition. وأنتم مذكرين ما شاء الله. كلمات سهلة وخدناها قبل كلا ومرت علينا. بس اللي مذاكر طبعا بالنسبة له سهلة. اللي مش مذاكر هيقول إيدا. أوكي. يلا نكمل مع بعض. Let's go. أوكي. Very good. Now. Number three. Look and take the correct word. نحط إيه علامة الصحة لكي. شايفين هنا دولة إيه؟ ده فروت وده سالد. طب الفروت والسالد ده بيدينا كالسيوم ولا فيتامينز. هم؟ آه؟ برافو. بيدينا فيتامينز. فيتامينات. كيرا. هنا بيقول إيه؟ أوكي. دولة بالسمك. فش and ميت. ها. Give us. بيدونا إيه؟ بروتين أو فيتامينز. ها. بري كيرا. بيدونا بروتين. كيرا. أوكي. دي إيه دي. هم؟ برافو. سمعكم بتقولوا طبعا تشيكين. عمران ما تقبل فش. جيد. اللبن ده. اسمه إيه؟ ها. سيريالز ولا ديري. ها. سيريالز يعني إيه سيريالز. سيريالز اللي هي طعام من الحبوب. لكن ديري اللي هو الألبان. نمبر فور. choose the correct words. أوكي. هنختاري كلمة من بين الأقواس. أبالانست helps us to have a healthy body. إيه هو اللي بيساعدنا علشان يكون عندنا جسم صحي؟ أبالانست إيه؟ ها. اللي شرحنا؟ بري جيد. أبالانست دايت. جيد. اللي هو النظام الغذائي المتوازن. جيد. نمبر ثو. fruit and vegetables give our bodies. ها. الفواكه والخضرات بتدي أجسامنا إيه؟ ها. بري جيد. بتدينا فيتامينز. فيتامينات. جيد. نمبر ثري. milk and dairy products give us. ها. الألبان بتدينا إيه؟ برافو. كالسيوم. بري جيد. نمبر ثو. bread, cereals, and potatoes give us. الخبز والطعم من الحبوب والبطاطس بتدينا إيه؟ برافو عليكم. كاربوهايدرات. كالسيوم. كالسيوم. بري جيد. يبالانست نقاط. هي أجسام المتوازن. يبالانست نقاط. كالسيوم. بري جيد. بري جيد. حسنا. نحط علامة صح أو خطأ. يعني true or false. إذا كانت الجملة صحيحة أو خاطئة. طب تعالوا وراء الموضوع الأول ونشوف الجملة بتولي. A balanced diet is important. نتكلمنا عنها. يعني اللي هو النظام الغذائي. مهم. It helps us to have a healthy body. We need to eat a lot of fruit and vegetables. This is the biggest part of a healthy diet. Fruit and vegetables give our bodies vitamins. Number one. A balanced diet is not important. بيقول لي النظام الغذائي المتوازن. not. خلي بالك. بيقول لي not important. ليس مهمة. إزايد. هو بيقول لي هناك هو important. يبقى قملة دي مالة. false. yes. Number two. We need to eat a lot of fruit and vegetables. احنا محتاجين ناكل كتير من ايه الفواكه والخضروات. طبعا يقبل الإجابة دي true. Fruit and vegetables give our bodies vitamins. الفواكه والخضروات بتدي أجسامنا ايه؟ فيتامينات. اه تديها فيتامينز. يقبل الجملة دي true. well done. احسنتم. ايه رأيكم في الموضوع ده؟ مش خلو؟ اه معلومات جميلة جدا عن العلوم. يعني انت لو رحت العلوم كده ان شاء الله ودرست العلوم يتلقوا نفس الكلام اللي احنا بنتكلم عنه. okay. let's go to the next page. okay. number six. fill in the gaps with the words from the box. عندي هنا مجموعة جمل وعندي كلمات in the box. عايزين نكملها بكلمة من الكلمات دي. okay. عندي كالسيوم. بروتين. ديزيرت. important. طبعا عافية معنى الكلمات دي كلها؟ ها؟ كالسيوم اللي هو عنصر الكالسيوم. بروتين. بروتينات. ديزيرت. الحلوة اللي بنحلي بيها بعد الأكل. important. مهم. يلا اعرفوا كده number one. a balanced diet is bravo. important. very good. يبقى النظام الغذائي المتوازن مهم. good. number two. milk and dairy products give us very good. كالسيوم. well done. good. number three. meat and fish give us give us يعني بتدينا. تعطينا يعني. give us a very good. تدينا بروتين. rice pudding is a kind of rice pudding. اللي هو ايه؟ اللي هو الرز باللمن يعني. is a kind of a. ده بنسميه ايه؟ dessert. good. يعني الحلوة اللي بنحلي بيه. very good. now let's come to number seven. read and match. عندي ما نمعد قمل هنا ولتكمل بتاعتهم هنا. what would you لما سألوا القرصون قالوا ايه؟ what would you very good. like to eat. number one. هتاخد D. good. number two. meat and fish. خلي بالك. اللحمة والسمك. bravo. give us protein. تعطينا البروتينات. number two. c. number three. fruit and vegetables. الفواكه والخضروات. bravo. give us vitamins. بتدينا فيتامينات. number three. بتديها ايه؟ the main course is الطبق الرئيسي is ha good. the big part of a meal الجزل أكبر من الواجبة يواجبة 4P good. thank you. now let's come to number eight. punctuate the following. نتفكرين الترقيم اه اواجت نسوه الترقيم مهمة جدا اللوه الايه الفلسطاب والكومة question mark exclamation mark capitalization الحروف الكبيرة good. تعالوا نشوفوا الجملة دي عايزة ايه؟ welcome to the restaurant يا طرى نقصة ايه عشان توقع جملة مترقامة صح؟ برافو عليكم اهي يبع عندي W في اول الكلام لازم capital وعندي في اخر الجملة في فلسطاب نقطة او period good. طيب would you like some rice? would you like some rice? هل ترغب ببعض من الرز؟ ايه اللي ناقص فيها؟ برافو عليكم وعندي W capital وعندي في الاخر question mark لانه لسؤال would you like? هل ترغب او هل تحب؟ فلازم يكون في علامة استفاة اخر حاجة number nine طولنا عليكم معلش الدرس الطويل شوية copy the following sentence عايزين نطلع الكراسة بتاعتنا عشان hand writing بتاعنا يجبع حلو وجميل جدا وخطينا يتحسن بمرور الوقت عندنا جملة هنكتبها اكتر من مرة a balance diet a balance diet is important النظام الغذائي المتوازن ماله مهم جدا وركزوا وانتو تكتبوا الحروف بشكل ايه جميل نبدأ بتاعنا capital فلسطوب الاخره وبكده يكون احنا معلش طولنا عليكم خلصنا الدرس بتاعنا وصلنا للنهاية thank you so much for watching اشكركم على المتابعة and please please من فضلكم حاولوا تحفظوا الكلمات ان كل الكلمات دي بنكررها مرة واثنين وثلاثة thank you again for your watching and see you next time وحتى ألقاكم على خير استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا